شو هي الإجراءات اللي أنا فيني اتخذة في حال تعرضت للشتيمة؟ هلأ بملاحظة أول شيء وأهم شيء الأخ اللي بده يباشر بهذه الشكوى يحافظ على اللي بنسميه هلأ الدليل الرقمي الرسالة سواء كانت النصية أو الواتس أب أو المسنجر أو أي وسيلة مسائل التواصل الاجتماعي هاي الرسالة اللي بده يحافظ عليها يحتفظ فيها لأنه هاي نحن عنا تعتبر الدليل الرقمي واللي نستند عليه بإثبات الجرم فهي ملاحظة كتير مهمة لأنه كتير بيغفلوها كردة فعل بيحزف الرسالة وبعدين بيتوجه للقضاء اللي يباشر بالشكوى لاحقاً بيلجأ للقضاء للنياب العام أو المحامي العام بيتقدم بمعروض أو استنابة بيتم إحالته لفرعنا بإدارة المجنائي أو لأقسام المعلوماتية لأنه صار في أقسام معلوماتية بكل أفرع المجنائي بالمحافظات تتم إحالته إلى أحد الأقسام أو لفرعنا ونما بيصير عنا بيبلش بقى الإجراء المهني عنا من خبرات فنية إلى تنظيم ضبوط إلى ملاحقة وإحالة إلى القضاء لاحقاً في حالة كان الحساب وهمي أو حتى أرقام وهمية لأنه عم بيصير أحياناً اتصال من أرقام عم تكون مركبة عبر برامج حديثة من الإنترنت عم تنزيل صحيح نحن عنا الحمد لله إمكانية منقدر نتبع ولو استغرغ وقت أطول بس منقدر نتبع هاي المصادر لنوصل لهوية الشخص المرتكب للفعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر